عندما يقود الفشل إلى البلطجة يصعب تسويب بوصلة المخزن نحو الأعراف الدبلوماسية وقد تلقى دروس الدناءة من كيان سهيوني ما زاده يأساً وتخبطاً لتتوالى الفضائح ومعها الترويج لأكاذيب وتصويرها على أنها انتصارات دبلوماسية حيث ولدت فطيحة المخزن بالعاصمة اليابانية خلال الاجتماع الوزاري لندوة توكيو الدولية حول التنمية في إفريقيا حالة هستيرية مرضية لدى نظام المخزن وسحافته من خلال الترويج لانتصار وهمي عبر إقصاء مزعوم للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من المشاركة في قمة منتدى التعاون الصين الأفريقي المنتظر انعقادها ببكين يوم الخامس والسادس سبتمبر المقبل ووفقاً لقرارة الاتحاد الأفريقي فإن المشاركة في هذه الاجتماعات تتوقف على صنف الشاركة بعينها وبناء على ذلك فإن منتدى التعاون الصين الأفريقي قد تم عدراجه منذ تأسيسه ضمن آليات الشاركة الثنائية التي تجمع الصين بعدد من الدول الأفريقية وبالتالي فإن الجمهورية الصحراوية شأنها شأن دول أفريقية أخرى لم تشارك في أي اجتماع من اجتماعات الشاركة الأفريقية الصينية منذ تأسيسها فكيف يتم استبعادها اليوم مثلما يدعي المخزن؟ والغريب في الأمر أن المخزن تناسى أن للصين مواقف ثابتة من مسألة تصفية الاستعمار في السحراء الغربية وهي المواقف التي تعكسها تصريحات مندبي هذا البلد في الأمم المتحدة لسيما مجلس الأمن وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين شهر جويليا 2023 أكدت الصين هذا الموقف مجدداً بما لا يدعو أي مجال للشك أو اللبس وبالنظر لما سبق فإن خرجة المخزن الجديدة لا تعدو أن تكون سوى محاولة يائسة من المخزن لذار الرمات في عيون الشعب المغربي وحجب أنظاري وتحويلها عن فضيحة توكيو فعوض تغييب الجمهورية الصحراوية أسفرت شطاحات المخزن بهكذا محافلة دولية عن عودة بارزة لكفاح الشعب الصحراوي ليؤكد مجدداً عدالة قضيته التي تبقى قائمة ومطروحة